اشتركوا في القناة 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 لاحظوها اشتركوا في القناة خسر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فنساء لشampignons اي اكترميتي دو لأباكس يعني نلقاو هف لريجيان پريفيريك اي دو لكترميتي دو لأباكس هادا ويش نلقاو لميكروتوبال يكونو اسوسي وورغانال يكونو مرتبطين مع لزورغانال اي امبليكي لرموذم هادا لميكروتوبال يكونو مرتبطين مع لزورغان ويعندهم علاقة بالحركان يكونو على شكل مصفوف يعني مصفوفة هاكذا يكونو بجانب البعض الميكروتوبال ويزموهم توبال لونج دو وات هادا نوع التركي بتاعهم اول تنظيم التاعهم لونج دو وات عبارة عن مصفوفة لما يكون شكل تاعهم هاكذا ويكون حوالي خمسة وعشرين نانو متر وإما يكون آنسل ميكروتوب يكون واحد قولنا الميكروتوبال المكوين الرئيسي تاعهم هو تيبالين لكن الميكروفيلوم المكوين الرئيسي تاعهم هو الاكتين كنتين اكتين وش هو الاكتين هو عبارة عن بروتيين وش يدير يدير عنده يعني عنده انغول في التقلص والتمدد فروتيين عنده دور في التقلص والتمدد يعني عنده دور في الحركة اكتين للسيلين يعني رح يدخل في الشكل في الحركة وايضا في التقلص والتمدد هذه النقطة الفاصلة بين الميكروفيل لو ديامات تختاع يكون من 5 الى 8 نانو متر عموما ديامات تختاع الذيق ضيق على الميكروفيلوم ضيق على الميكروفيل هنا من 5 الى 8 نانو متر وهنا 25 نانو متر يعني ضيق بزيف مقارنة مع الميكروفيل مش مقارنة مع اي مكون اخر عند فونكشن دو كونتراكشن والنها كبير عند دور في التقلص والتمدد هذي اهم غول بخاصي بالتع ميكروفيلوم لما يطرح لك سؤال وش هو الميكروفيلوم وش الدور راح نقول لكونتراكشن التقلص والتمدد لا ميوزين هو عبارة الميوزين هذا ميوزين لديه مع الميكروفيلوم الميوزين يرتبط مع الميكروفيلوم كي جوي un رول مجر دون الميكانزم de contraction musculaire هذا الميوزين يكون مع الميكروفيلوم وعند دور في الميكانزم de contraction musculaire c'est ميوزين دور في التقلص والتمدد هذه ملاحظة دون لاليفيون لكتين عنده رول ماجور وين الوزيكويل لفاق لابكس 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 عند الخامير لكتين هذا عنده رول ماجور هو هذا رول ماجور هو انه يدفع لفاق لابكس 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 هو منطقة النمو ايضا عنده الوحد اخر هو توزيع لفزيكويل ابيكال للمنطقة ايضا النمو للأبكس يعني قام بعملية ديركس وإلى فيديو آخر إن شاء الله